زي ما قلنا في الدرس السابع أننا تكلمنا على احتياجنا اليوم من مسعرات الحرارية تكلمنا على basic metabolic rate أو معدل الحرق بدون أي حركة هذه طريقة حسابة بس يعني ما في أحد يبغي يستخدم هذه المعادلة يعني صعبة جدا يعني إنه صعب كذا ما حد في يفهمه فإنه من سهل الأمور ما نبغى نستخدم هذه المعادلات المعقدة عشان تحسبوها دائما فيه calculator أو حاسبة تحسب لنا الأمور طيب إحنا قلنا فيه قبل شوية المرة اللي راحت أنه فيه هذا basic metabolic rate صح هذا basic metabolic rate اللي الطاقة المستهلكة دون الحاجة إلى قيام بأي مجهود يعني أنا قاعدة في اليوم ما أتحرك من مكاني أبدا هذا هو basic metabolic rate اللي يحسب لي كم جسمي يحرق بدون أنا ما أتحرك بس إحنا في الحقيقة إحنا نتحرك يعني نقوم يعني نروح للدوام نتحرك من السيارة للمكان اللي نروح له نروح مثلا نتمشى يعني وتبقى نسوي الأشياء اليومية نطبخ ما أدري ننظف البيت هذه الأشياء كلها تستهلك سعرات حرارية فإحنا المفروض ما نعتمد على basic metabolic rate وفي حاجة اسمها total daily energy expenditure هذا على شنو يعتمد؟ يعتمد على basic metabolic rate السعرات الحرارية اللي جسمي يحرقها بدون ما أسوي أي مجهود أبدا في activity factor activity factor يعني معدل نشاطي يعتمد على الشخص يعني هذا معدل النشاط يعتمد على نمط حياة الشخص ووظيفته بالإضافة إلى نشاطه الرياضي يمكن حسابه عن طريق الجدول القادم في معدل النشاط كيف نحسب معدل النشاط حقي في نقسمناهم 1 2 3 4 5 أول واحد هو الخامل شنو نقول عنه الخامل عنده تمارين الرياضية قليلة جدا أو معدومة وظيفته وظيفة مكتبية يعني همام بس يصحى يتحرك بس يروح السيارة يوصل الدوام يقضع الكرسي يقابل كمبيوتر ويرجع البيت ويقعد بس قليل الحركة رياضة خفيفة أو تمارين رياضية من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع يعني يسوي تمارين رياضية أنه يمشي مثلا ثلاث مرات في الأسبوع نص ساعة هذا يعتبر قليل الحركة متوسط الحركة رياضة أو تمارين رياضية متوسطة الشدة من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع يعني يجري مثلا الجري يعتبر من الأشياء المتوسطة الشدة في كثير الحركة عندنا رياضة أو تمارين عالية الشدة من خمس إلى سبع مرات أسبوعيا يعني هذا مثلا يسوي ويتلفتنك يحمل أثقال وكذا وخمس إلى سابع مرات في الأسبوع فيه نشيط جدا رياضة وتمارير عالية الشدة أو وظيفة تطلب مجهود جسدي مرتين يوميا مثلا هو يشتغل أصلا يحمل أغراض أو يشتغل في البني فهو من الأشياء اللي يسويها أن ينقل أغراض مثلا أغراض تقيلة يعني فهذا يتطلب مجهود بدني أصلا وهو في نفس الوقت بعد يروح يسوي رياضة يروح الجم ويسوي رياضة يعني فهذا يشوفونا الفاكتر اللي عندنا مثلا هذي 1.2 بعدين يصير يزيد كلما زادت معدل الحركة كلما هذا البيسيك ميتابوليك ريت يزيد يعني أنا كلما تحركت كلما زادت معدل الحرق عندي كمية سعرات الحرارية اللي أحتاجها في اليوم فهذا يعتمد علي كلما جينا هنا كلما زادت معدل الحرق بالنسبة لي كذا يعني نمشي تحت طيب أنا ما يعني أنتم ما تحبوا الأرقام أنا ما أحب الأرقام شخصيا يعني فما أحب أحسبهم أروح مسجرة من ورقة وبعدين حط وزني وأحط أضربها في فاكتر بعدين أحسب البيسيك ميتابوليك ريت عشان أحسب ما أدري شنو يعني ما ليخلقي أشوف هذه الأشياء فشش روح أسوي دائما نقيت لكم في طريقة سهلة أسهل الحاسبة على الرابط التالي شنو أسوي بس أضغط اللينك اللي موجود هنا وأروح أحسب فيميل بعدين أحضر ثورتي تو بعدين الويت ففتي ايت مثلا وين سكستي طيب أنا سيدنتري أوفيس جاب بس أنا أروح أروح لجوم تقريبا من ثلاثة إلى خمس مرات في الأسبوع يعني أكثر أكثر شي خمس أربع مرات في الأسبوع فالبودي فات أوبشنال ما أعرف البودي فات كام فأحسب كالكوليت المفروض المفروض يعني أنا آكل في اليوم 1951 عشان وزني ما يزيد ووزني ما يقل ولا شي يعني فهذا بحافظ لي على وزني فهو يعتمد على الشخص يعني هو يقرر كم مرة شنو وظيفتها أولا وظيفتها مكتبية ووظيفتها تتطلب مجهود يعني إنه يتحرك إنه ينقل أغراض إنه مثلا في مرة في البيت إنها تنظف البيت بنفسها فهذا يزيد من معدل الحركة وبعد نتسوي رياضة فهذا بعد يزيد معدل الحركة في اعتمد نستخدم هذه الحاسبة بس عشان نحسب معدل الحرق اليومي اللي خليني أحافظ على وزني أو أبغى أزيد وزني أو أقلل وزني بلاء عليه بس وسلامتكم